تسلم رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور عمر الجراح شهادة الخمس نجوم في تصنيف الكيو أس العالمي من المدير الإقليمي للمؤسسة أشتون فرناندز ومن شأن هذا التصنيف أن يضع الجامعة على سلم العالمية ويمنحها المكانة التي تستحق تحقيقا لرؤية جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حيث ساهمت الرعاية الملكية التي حظيت بها الجامعة والجهود الحثيثة التي بدلها أساتدة الجامعة والعملون في تحقيق هذا الإنجاز الكبير وأبقاها في دائرة التميز ويستهدف تصنيف الكيو أس العالمي الجامعات الناشئة تحت عمر خمسين عاما حيث احتلت جامعة العلوم والتكنولوجيا فيه مرتبة مرموقة ضمن الفئة 81-90 وأطلق هذا التصنيف في عام 2012 ويضم هذا العام 150 جامعة إنجاز لقطاع التعليم العالي في الأردن والذي يؤكد أن هذا القطاع بخير وحصول الجامعة أو دخولها في أول 500 جامعة على مستوى العالم ثم حصولها على تصنيف خمسة نجوم في الكيو أس هذا يفتح باب المجال حتى عالمياً لاستخطاب مزيد من الطلبة العرب والأجانب وهذا جاء وفق الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية ونؤكد أنه حقيقة أنه في جامعة العلوم والتكنولوجيا نعمل جاهدين على توفير بيئة محفزة للإبداع والبحث العلمي والتعليم في الأردن هذا هو إنجاز كبير ليس لجامعة العلوم والتكنولوجيا فقط بل للمملكة الأردنية الهاشمية وللتعليم العالي قطاع التعليم العالي في الأردن كما أن هذه الجائزة لم يحصل عليها إلا 50 أو 60 جامعة عالمياً فبالتالي هذا يضع جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية على الخارطة العالمية من الجامعات المتميزة عالمياً وبالتالي يضع دفعة قوية للأمام حتى نحقق أهدافنا المستقبلية إن شاء الله توجت جهود مدرسة الأمل الأردنية